ضربت الحجز بيدا مثالا حيا للتحدي بإصرارها على تعلم القراءة والكتابة بعمر يناهز 86 عاما وستطاعت حجز بيدا من تحقيق حلمها وقراءة القرآن الكريم بعد حصولها على شهادة محو الأمية بمحافظة المنوفية خلف هذا الباب العطيق تختبئ قصة كفاح كبيرة بطلتها سيدتنا لم تكترث للعمر الرقم وأصبحت بفضل إصرارها وطموحها حديث وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية الحجز بيدا صاحبة 87 عاما بمحافظة المنوفية أكبر دارسة بفصول محو الأمية في مبادرة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت شعار لا أمية مع تكافل تروي الدافع وراء عودتها للدراسة بعد أكثر من ثماني عقود مرت روحت بقى محو الأمية دي أزاعد على تخت لأن أمر ما عدت على تخت لذي الوقت لما خشيت المدرسة قرابة الساعة ماشا هي المسافة التي قطعتها الحجز بيدا من منزلها إلى فصول محو الأمية وتعتبر هذه المدة في حديثها المليء بطاقة وحماسة الشباب نزهة ممتعة من أجل التعلم قراءة القرآن الكريم مكنت من أهم دوافع للتحق بالدراسة وتؤكد أنها تمكنت من تحقيق حلمها بعد أن نجحت في كتابة آياته وحفظه ترى الحجز بيدا أنها وصلت من الجبل قمته بعد حصولها على شهادة محو الأمية وتؤكد أنها ستواصل تعليم أحفادها كما علمت أبنائها مداما للعمر بقية من محافظة المنوفية محمد الخطيب التلفزيون المصري